نروح بقى لأخبارنا المحلية وكننا اتكلمنا في موضوع عمر كمال عبدالواحد كتير جدا ممكن احنا هنا كمان انفرضنا من شهر 11 شهر 11 يعني من شهرين ونص انا طلعت هنا قلت عمر كمال عبدالواحد اهلاوي على مسؤوليتي الشخصية عمر كمال عبدالواحد هيروح الاهلي هجيب لكم الفيديو دلوقتي كمان شوي وفعلا الفترة اللي فاتت كان كل الكلام كانت مسألة وقت بس ادارة فيوتشير بتتفق مع ادارة الاهلي كان العائق الوحيد في الصفقة مين هيروح من النادي الاهلي ما كان عمر كمال عبدالواحد ليه عشان هي صفقة تبادلية الاهلي كانوا اخذ قرار انه هو مش هيدفع فلوس هيعمل صفقة تبادلية هيدي فيوتشير لعيبة وياخد عمر كمال عبدالواحد وكان الاتفاق كده ما بين الكابت المحمود الخطيب رئيس النادي الاهلي والدكتور وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشير وفعلا تمت الصفقة في الاول قاله خالد عبدالفتاح هيروح صلاح محصن مش عارف كريم ندفد ولكن كولر رفض القصة دي وقال لك لا متمسك بنتفد ومتمسك بخالد عبدالفتاح صلاح محصن رفض انه يروح فيوتشير وقال لك لو الاهلي عايز يمشيني يمشيني بيع وشيرة ما يودينيش اعارة مش حالع بايعارة وفعلا بعد كل الكلام ده لسه الاسبوع اللي فاتحنا حتى قلتلكوا فيه ثلاث لعيبة صغيرين حيروحوا الى نادي فيوتشير وانتهت القصة على عبدالرحمن رجدان المدافع من نادي الاهلي برضو ولد شاب ولعيب كويس جدا هينتقل الى فيوتشير معاها كاباكة احمد خالد كاباكة برضو احد اللعيبة المميزة جدا من نادي الاهلي والتالت زعلوك زعلوك اللي هو المهاجم الشاب للنادي الاهلي موليد 2005 النادي الاهلي الفترة فات كان بيعدوا عشان يبقى مستقبل الهجوم في النادي الاهلي فالتالتة دول كاباكة وزعلوك ورشدان هيروحوا فيوتشير مكان عمر كمال عبدالواحد اللي انتقل خلاص رسميا الى النادي الاهلي هيرجع من المنتخب من الكوديفور هيكون موجود في النادي الاهلي تعالوا نشوف انا قلت ايه في شهر 11 اللي فات لسه دي يا جماعة احنا متفقين طيب خلينا يعني بيجهزوا الفيديو موضوع عمر كمال عبدالواحد وحنشوف احنا قلنا ايه بس عبال ما يجهز الفيديو الاهلي بيواصل تدريباته في ملعبه في ملعب مختار التيتش وبدء تأهيل وسام أبو علي وسام أبو علي اللعب الجديد اللعب الفلسطيني الجديد اللي انتقل للنادي الاهلي بيتم تجهيزه بقى واعداده للفترة القادمة النهاردة هوميستر كولر مع لعبة النادي الاهلي وتدريبات بقى الصباحية في النادي الاهلي طبعا الاهلي بيستعد بقى لعودة الدوري ده محمد شريف نجم النادي الاهلي طبعا اللي بيلعب في نادي الخليج السعودي رايح يسلم على زملائه في الاهلي ومعنا احنا على فكرة لقاء مع محمد شريف هناخده بعد شوية ومعنا لقاء مدة حوار كده ولقاء مع محمد شريف مدده 17 دقيقة بعد شوية كده هنزعه لكم دي تدريبات الاهلي النهاردة وزي ما قلتلكم بقى الاهلي هاستغل لتوقف الدوري الشهر ده عشان يعد اللاعبين والاهلي اعتذر طبعا عن المشاركة في بطولة كاسر ربطة عشان عنده لعيبة كتير دولية في المنتخب الاول ولعيبة كتير دولية في المنتخب الاولمبي وعنده اصابات وعنده اجهاد من المشاركات في البطولات المختلفة الفترة فاخدوا قرار في النادي الاهلي هم يعتذروا عن مشاركة في بطولة الربطة ويبقى الشهر ده زي اعداد كده اللاعبت النادي الاهلي خلال الفترة القادمة استعدادا بقى الاستئناف الدوري واستئناف دوري ابطال افريقيا بعد انتهاء امم افريقيا وايضا بطولة كاس مصر ان الاهلي والزمالك حلعبه النهائي في شهر مارس في بطولة كاس مصر الاهلي دلوقتي بعد موضوع وثامة ابو علي وصفقة وثامة ابو علي وصفقة عمر كمان عبدالواحد بيفكر يضم مدافع عايز يجيب مدافع مدافع مساك يلعب في قلب الدفاع المركز ده دايما بيبقى فيه غيابات في الاهلي فيه اصابات فيه اقافات فميستر كولر عايز يعني يعني يعمل اضافة كمان في المركز ده في شهر ينال هو هتبقى دي الصفقة الوحيدة يعني دي سيح تبقى الصفقة الوحيدة المتبقية للنادي الاهلي بعد وسامة ابو علي وبعد عمر كمان عبدالواحد فبيفكر في مدافع كان فيه تفكير على احمد رمضان بيكم مدافع سيراميكا هو احد ابناء النادي الاهلي طبعا ولكن دلوقتي التفكير في اتنين لعيبة محمد اسماعيل حامد محمد اسماعيل حامد ده مدافع نادي زد النادي الاهلي بيفكر فيه وبرضو فيه لعيب تاني اسمه مصطفى العش مصطفى العش ده اللي كان في غزل المحلة وبرضو انتقى للنادي زد المسم ده وموجود في النادي زد ففيه تفكير ولسه فيه مفضلة بيشوفه وفيه كمان لعيب تالت اللي هو ياسر حامد الفلسطيني اللي انا كنت قلتلكه عليه من يومين كان بيلعب في النادي المصري برضو ياسر حامد ودلوقتي محترف في الدور الهندي وخلي بالك منتخب فلسطين دلوقتي او في الفترة الحالية دي بيلعب بطولة امم اسيا في دولة قطر طبعا بطولة امم اسيا اشتغلت في دولة قطر فمنتخب فلسطين متواجد طبعا وبنشجعه بقى باذن الله منتخب فلسطين طبعا بنشجعهم في بطولة اسيا ان شاء الله يعملوا نتائج كويس اشتغلوا نتائج كويس